السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عن نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام أما بعد أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد بمادة المعرفة المالية بإذن الله عز وجل لأننا سنتحدث عن منافع الاستثمار وتحدثنا سابقا في هذا المقرر أولا عن المكون الأول من مكونات المعرفة المالية وهو الدخل وذكرنا أنه من المهم جدا أن يكون لدى الشخص دخل معين يحققه حتى يستطيع أن يلبي احتياجاته ورغباته وذكرنا بعض الأمور التي تؤثر على الدخل مثل التعليم سواء كان تعليم رسمي أو تعليم غير الرسمي لزيادة الدخل بشكل دائم وحتى تحقق الحياة الكريمة التي ترتضيها بعد ذلك انتقلنا بعد الدخل تحدثنا عن الإنفاق وذكرنا أهمية الإنفاق ومارسة الإنفاق بطريقة صحيحة مهم جدا أن تتبع السلوك الشراء العقلاني وتنفق المال بطريقة صحيحة وسليمة حتى تستفيد أكبر استفادة من المال الذي يحقق لك أو المال الذي من خلاله يأتيك الدخل الذي يأتيك من عملك بعد ذلك تحدثنا عن الدخل أو تحدثنا عن الدخار وذكرنا منه مهم جدا أن يكون لك مدخرات معينة تستفيد منها في حالات الطوارئ وذكرنا كذلك كيف تعد خطة مالية وميزانية خاصة بك وتحدد أهدافك قصيرة ومتوسطة وطويرة الأجل وبالتالي تحقق جميع أو كثير ما تريد من أهدافك التي تسعى لها سواء كانت كأحتياجات أو حتى كرغبات بعد ذلك تحدثنا عن الاستثمار وذكرنا ما هي العلاقة بين الادخار والاستثمار وذكرنا أن الاستثمار مهم جدا وضروري بالإضافة للادخار لأن الادخار نستفيد منه في الحالات الطارئة والاستثمار لزيادة وتنمية المال وتكون تلك الزيادة أعلى معدلات التضخم هذا ما تحدثنا عنه اليوم نكمل حديثنا عن الاستثمار ونتحدث عن ما هي منافع الاستثمار فلنبدأ معكم سويا على بركة الله أهداف التعلم تحديد ثلاث منافع للاستثمار منافع الاستثمار يعد استثمار المال خطوة مهمة فلذلك يعني أنك تخطط لاحتياجاتك ورغباتك المستقبلية لأنه سيكون لديك رغبات وحاجات مستقبلية تسعى لتحقيقها ربما لن تتيسر لك تحقيقها من خلال الدخل فقط بل لابد أن يكون لك استثمار حتى تحقق تلك الحاجات والرغبات المختلفة والتي عادة ما تتزايد يوما بعد يوم فلذلك مهم جدا أن يكون هناك نمو زيادة في المال الذي يكون لديك من خلال الاستثمارات المختلفة أن الاستثمار يساعدك في تحقيق أهدافك المالية وتوفير الأمان المالي في المستقبل وفي حين تتعدد الأسباب التي تدفعك إلى الاستثمار إلا أننا سنتناول أبرز ثلاث أسباب منها في ما يلي الاستثمار يساعدك على تحقيق أموالك كذلك يساعدك على الأمان المالي بإذن الله عز وجل لأنه متى ما كان لك إذنك استثمارات يعني تتزايد يوما بعد يوم فمتى لا قدر الله حصل هناك نقص في دخلك الشهري فهذه الاستثمارات ستوازن وتعادل ذلك وبالتالي تستطيع أن تستمر في حياتك على نفس المستوى وبالحياة الكريمة التي تريدها وبما يلبي احتياجاتك ورغباتك من خلال استثماراتك بعد أن انخفض الدخل الذي تجنيه بشكل شهري أبرز ثلاث أسباب للاستثمار أولا الاستثمار لتحقيق أهداف الحياة سيساعدك الاستثمار في بلوغ أهدافك قصيرة وطويلة الأجل لتتمكن من الحفاظ على نمط حياتك أو حتى الارتقاء به أهدافك التي تسعى إليها وهي الأهداف المختلفة الشخصية كما تحدثنا عن ذلك سابقا مهم جدا أن يكون لك أهداف شخصية تسعى لتحقيقها والأهداف المالية المرتبطة بتلك الأهداف الاستثمار يحقق لك تلك الأهداف سواء الشخصية أو المالية المختلفة والتي بالتالي تحقق لك الحياة الكريمة التي تريدها نمط الحياة تشير الاستثمار إلى بناء ثروة تخوي لك شراء أغراض مهمة مثل سيارة منزل أو دفع نفقات تعليم خارج البلاد أو داخله لأحد أولادك الاستثمار كما ذكرنا هو يحقق لك الأهداف التي تريدها مثلا شراء سيارة هو يعتبر من الاحتياجات لكنك تريد شراء سيارة معينة بمواصفات معينة قد لا تستطيعه من خلال الدخل الذي تجنيه والمدخرات التي تحفظها بل لا بد من تنمية المال حتى تستطيع شراء تلك السيارة الفارهة التي تريدها أو ذلك المنزل الذي بمواصفات معينة ترغبها أو غير ذلك من الأمور الأخرى التي تريدها كأهداف لك فمهم جدا أن تحدد الأهداف التي تريدها وتحدد كذلك الاستثمارات التي تحقق لك النمو الزيادة في مالك بما يعود لتحقيق أهدافك التي تريدها الاستثمار كما ذكرنا هو لتحقيق أهداف الحياة فمثلا إذا قمت باستثمار مبلغ ألف ريال في عام 2010 فإن مؤشر السوق الرئيسية تاسي في مؤشر السوق الرئيسية تاسي فإن استثمارك يساوي المعيشة الطبيعية للفرد أو اليوم ألف واربعمائة وتسرعشر ريال مما يعني زيادة بنسبة 42% على رأس مالك وهذا ما ذكرناه سابقا أنه حينما تدخر مبلغ ألف ريال دون استثماره فالقيمة الشرائية لهذا المال ستقل فمثلا ستقل بدل أن يكون قيمة هذا المال مثلا ألف ريال سيكون قيمته الفعلية مقارنة بالفترة السابقة 950 ريال بخلاف إذا استثمرته فهذه ألف ريال التي استثمرتها بدلا أن تكون ألف ريال أو أقل كما ذكرنا في الإدخار فقط فإنها ستزيد وستكون هنا في هذا المثال 1419 ريال ولا شك أن هذا يعود إلى استثمارك فزاد الألف ريال بمقدار 419 ريال وهو ما يعادل 42% لاستثماره في الأسهم وتخيل أن ذلك المال كان بشكل أكبر كم مقدار الزيادة والنمو وإذا استثمرت هذه الأرباح التي جنيتها فستزيد وستزيد وستزيد وبالتالي تحقق لك الثروة التي تريدها والحياة الكريمة التي تحقق لك احتياجاتك ورغباتك المختلفة وكما يوضح الشكل الذي سنعرضه بعد قليل فإن أعلى عائد سنوي خلال أعوام 2010 إلى 2020 بلغ 25.5% وعلى الرغم من أن أدنى عائد سنوي بغغة 17.1% بالسالب فقد ارتفعت قيمة استثماراتك على المدى الطويل نلاحظ هنا أنه في أحد السنوات انخفض معدل الربح بدلا أن يكون معدل الربح أصبح معدل خسارة هل هذا سيؤثر لن يكون لذلك كما ذكرنا سابقا أثر سلبي على المدى الطويل لأن ما ستحققه من أرباح إذا استثمرتها بطريقة صحيحة فإن تلك الأرباح ستعادل أو تتعادل مع الخسائر التي ربما حصلت لك جراء خفاض تلك الأسهم نمط الحياة هو العادات والتفضيلات والمعايير الأخلاقية والمستوى الاقتصادي الذي تشكل جميعها مستوى المعيشة الطبيعي للفرد والمجتمع فنمط الحياة هو كل ما فيه عادات والتقاليد وكذلك المعيشة للفرد هذا نسميه نمط الحياة كما أشرنا لذلك قبل قليل مؤشر السوق الرئيسية تاسي هو مؤشر سوق الأسهم السعودية الأداء السنوي لمؤشر السوق الرئيسية تاسي في المملكة العربية السعودية نلاحظ زيادة هذا زيادة الأرباح في أوقات معينة وربما خفاضها في فترات أخرى لكن كما ذكرنا الاستثمار على المدى الطويل تعادل تلك الأرباح الخسائر وتزيد عليها متى ما استثمرته بطريقة صحيحة مهم جدا قبل الاستثمار الاطلاع على مثل هذه الإحصائيات أو التي تقيس المؤشرات السوق الذي تستثمر فيه قبل أن تستثمر وكذلك أن تسأل الخبراء ومن ينفقك خبرة في تلك المجالات حتى تستثمر بطريقة صحيحة تعود عليك بالنفع بدلا من أن تعود عليك لا قدر الله بالخسارة وفقدان مالك الذي أردت أن تنميه وحدث خلاف ذلك لأنك لم تستثمره بالطريقة الصحيحة ولم تسأل من ينفقك خبرة ومعرفة في الاستثمار الاستثمار لحماية أموالك من التضخم هذا كذلك أحد أهداف الاستثمار يساهم الاستثمار في حماية أموالك من التضخم فإذا كنت تملك مدخرات لم تستثمرها فستخسر جزء من هذه الأموال مع مرور الوقت لأن معدل التضخم يزيد وبالتالي تقل القيمة الشرائية المال ومتى ما كان لديك استثمارات فإنك سيكون هناك توازن لديك مع معدل نمو التضخم بشرط أن تزيد استثماراتك على معدل التضخم كما أشرنا لذلك سابقا ثلاثة الاستثمار للدخار المال لمرحلة التقاعد يحسب الراتب التقاعد الحكومي في المملكة العربية السعودية وذقا لعام 2022 على أساس متوسط راتب الشخص الشهري خلال العامين الأخيرين من خدمة العمل ووصولا إلى أقصى راتب شهري كما يجب أن لا يقل عمر الرجال والنساء عن ستين عاما ويجب أن يستوفوا شروطا معينة أخرى مهم جدا كذلك أن تدخر كما ذكرنا على المدى الطويل مثل التقاعد وما يرتبط به وحياتك ما بعد التقاعد لأنه ربما لن تستكون بقوتك ونشاطك لتحقيق دخل إضافي يعود عليك بالحياة التي كنت الحياة المعيشية التي كنت تعيشها من قبل التقاعد فمهم جدا أن يكون لك استثمارات من الآن حتى إذا ما أتت مرحلة التقاعد بعمر ستين سنة أن تكون لديك الاستثمارات التي تحقق لك حياة المعيشية التي تريدها وتحقق حاجاتك ورغباتك متى ما كان لديك استثمارات تعود عليك لا أنتظر إلى زمن مقارب للتقاعد ثم بعد ذلك أبدأ باستثمار المال بل لا بد أن أبدأ بسن وعمر مبكر وأعد نفسي لذلك الاستثمار وتنمية المال حتى أكون مستعد منذ وقت مبكر لمرحلة التقاعد وهذا من منافع الاستثمار التي يحققها كما ذكرنا ومجموعة من المنافع الأخرى التي ذكرناها قبل قليل ومجموعة من المنافع الأخرى للاستثمار وهي منافع كثيرة ومتعددة جدا ومتعددة جدا لكن هنا نشير إلى ثلاث منافع فقط بهدف ضمان حصول جميع المواطنين السعودين الذين ساموا في خدمة الدولة أو الجهات الأخرى على مستوى معيشة كافي تسعى الدولة لتحديد حد أدنى المبلغ الذي يدفع المتقاعدين ولا شك أن هذا من حرص حكمتنا الرشيدة وقيادتنا على أن يكون هناك حد أدنى للمتقاعدين وبالتالي يستطيعوا أن يعيشوا تلك الحياة التي يريدونها لكن متى ما أردنا بزيادة وتحسين تلك المعيشة نبدأ بالاستثمار بتلك الأموال استعدادا لمرحلة التقاعد من المهم توقع قيمة نفقاتك عند التقاعد وتقييم ما إذا كان الراتب التقاعدي الحكومي أو الذي يأتيك من المؤسسة العامة والتعاملات الاجتماعية سيغطي تكلفة رغباتك واحتياجاتك أم لا مهم جدا أن نتوقع لا نستطيع الجزم في الأمور المستقبلية لكن نتوقع نفقاتنا في مرحلة ما بعد التقاعد لأنه سيكون لدينا أسرة سيكون لنا أبناء سيكون لهم مجموعة من المتطلبات فنتوقع تلك النفقات ونحاول أن نحقق تستثمارات وعوائد مادية تكفينا في ذلك الوقت بل وتزيد على ذلك حتى نحقق حاجاتنا ورغباتنا وحاجات من نعولهم من زوجتنا أو أبنائنا أسئلة المراجعة لا يعتبر الاستثمار ضروريا لتوفير الأمال المالي في المستقبل هل الإجابة أو العبارة هذه عبارة صحيحة أو خاطئة أحسنتم العبارة عبارة خاطئة بل الاستثمار ضروري جدا لتحقيق الأمان لأن ما استثمرنا كان لنا الأمان في الجانب المالي في المستقبل القريب والمستقبل البعيد أي مالي لا يعد منافع الاستثمار أي من هذه الخيارات لا يعد منافع الاستثمار فكروا في الإجابة أي من هذه الخيارات لا يعد من منافع الاستثمار كل هذه تعد من منافع الاستثمار عدا واحد منها لا يعد من منافع الاستثمار أحسنتم الإجابة هي احتمال خسارة أموالك بالكامل فهي ليست من المنافع لكنها من الأمور التي قد تحدث لك في أثناء استثماراتك فما ذكرنا مهم جدا أن يكون لك مدخرات معينة تكون بمثابة الخط الثاني الذي يحفظ بإذن الله معيشتك متى ما خسرت تلك استثمارات لا قدر الله أي من العبارات التالية حول الراتب التقاعدي غير صحيحة أي من هذه العبارات غير صحيحة أحسنتم الإجابة يتوفر حد أقصى لسن التقاعد الحكومي فهذا من العبارات الخاطئة العمر التقاعد لكل من رجال والنساء هو نفسه هل العبارة هذه صحيحة أو لا أحسنتم الإجابة وهذه العبارة هي صحيحة فالعمر التقاعد لرجال والنساء متساوي في الختام لا يسعوني أعزاء الطلاب والطالبات إلا أنا أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم شكرا لكم دمتم بود ترجمة نانسي قنقر